أقام قطاع الطالبات بمحافظة الحديدة الأمسية الرمضانية لطالبات الحديدة في محافظة مانب وفي كلمة الطالبات تحدثت بشر الغشمي عن الفتوحات الإسلامية في رمضان وأعظمها فتح مكة بعد معاناة للمسلمين والمهاجرين الذين شردوا من ديارهم وقالت إن ما يحدث لإخواننا في غزة من عدوان غاشم ما هو إلا تمهيد لفتح كبير وانتصار سيمتد إلى يمنينا الحبيب في انتصاره الحاسم على ميليشيا الحوث الإرهابية التي استهدفت اليمنيين بالقتل والدمار هذا وتخللت الأمسية العديد من الفقارات المتنوعة والمسابقات الثقافية الهادفة